اشتركوا في القناة لبنان عنا سعر صرف سابت ليرة سابتة بالنسبة للدولار وعنا حرية انتقار رسميل يلي هي اساس الاسقصاد اللبناني بس اذا حوالنا السيطرة على السياسة النقدية يعني بتغفيد الفويد مثلا مثلا لمحاربة البطالة نقع بمشكلة كتير كبيرة شو المشكلة ادي المشكلة اذا الفايدة على العمل الوطنية مثلا كتير عالية وجينا وطينا الفايدة يعني المستثمرين بيهربوا اكيد لانو برح يروح يفتشوا على فويد اعلى بكتير مظبوط ولبنان تا يدافع عن عملته عنده حلين اما يستعمل احتياطي بالدولار اما يرجع يرفع الفايدة وهيدا اكرار بالفشل قديم لانو ما عنا ولا سياسة نقدية ولا عم فينا نحارب التضخم ولا عم فينا نخلق فرص عمل جديدة تنحارب البطالة وكله هيدا نتيجته هجرة وغلى معيشة يعني مثل ما قلتلك رونالد اذا بدك سعر صرف سابت واذا بدك يكون عندك حريط انتقال رسميل من المستحيل يكون عندك سياسة نقدية مستقلة وبالنتيجة لازم على الحكومة تعمل خيار او محاربة التضخم والانكماش او يكون عندها سياسة دولية مستقرة واكيد لبنان اخدت لنا خيار نشوفكم حلقة جديدة ما تنسوا تابعونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة